السلام عليكم ومساء الورد على الجميع نبات قمة في الروعة جماعة نبات زينة قلت اشارك حضراتكو المعلومة نبات السالفيا سالفيا تمام هذا اكتر اسم مشهور ويعني انا عارف الناس كتير مش عارفين الاسم او مش عارفين حتى النبات غالبا هنلاقيه في المشاتلة جماعة وبما انه امرأ عرع ومشاء الله كبر معايا خالص كنت عامل فيديو للجيرانيوم الخبيزة الجيرونيا وكان ظاهر فيه كانت صغيرة اصغر من هادي ويدوب امطلع وردة صغيرة جدا زي هادي كده فاشوفوا ما شاء الله جماعة خلال الشهر اللي فات كبر وكنت عامل له اكثار شايفين عجلة منه فنتكلم على السريع كيف نحتفظ به جابل اي حاجة جماعة اللي حضراتكو شايفينه عليه هادي حبوب اللقاح حبوب اللقاح اللي واجعة من شجرة الزيتون اللي هي فوجي لو تلاحظوا هنا الشجرة امطلع معنا من كل حتة اظهار وموجعة حبوب اللقاح حتى على ما شاء الله البرتوجانة بدأت تكبر خالص معايا وكل الاوراق بتاعت الاشجار لو تلاحظوا عليها من هذه بودرة اللقاح تمام فهذا بما انه مزهر مطلع معنا هذا النباتة جماعة سالفيا ممكن نعمله اكثار طول العام معادة الفترة الحرجة اللي تبقى فيها الجو بارد جدا يعني شهر ديسمبر يناير في عز مخ السجعة والبرد بلاش نعمله اكثار بيتكاثر من البزور او من العقل العقل الطرفية طبعا اسهل طريقة العقل فاني يعني برجحي كل يجيب واحدة ويحتفظ بيها ويقدنيها يقدر يعملها اكثار بالعقلة زي ما انا عملت شايفين حضراتكم نفطرد مثلا دلوقتي عندي هي كبيرة ما شاء الله وكبرت معايا من كل مكان هنيجي هنا شايفين هذا طرف كبير خالص اهو زي ما انا عملت بس شايفين هذا مثلا الافضل اهو ياريت ما يكونش مزهر زي الطرف هذا هنيجي يا جماعة مثلا من الحتة اللي عنده اصبعي هادي بالزبط اهو تحت هنا ونقطع حوالي 10 سنط اهو هنشيل كل الاوراج اللي حضراتكم شايفين هنسيب الاتنين اللي فوق فقط الوراجتين التلاتة وهذا كله يتشال هنبدأ نشوف المكان اللي حتت اللي شلنا الوراج منها ده كله خلال اسبوع 10 طيام سريعة جدا في التجزير اهو من تحت مكان ما شلنا هنا يعني لازم يكون في عيون زي هادي والتانية اهو زي العيون هادي فهنلاجي اسبوع 10 طيام هتطلع معنا اي نوع طربة هتجد فيها المهم ان احنا نغرسها في اي وقت من العام بس نبعد عن 12 و 1 ديسمبر ويناير عشان بيكون ما بتحبش البرد كتير هذه النبتة وزي ما انتو شايفين ما شاء الله زرعت اهو شايفين العجلة ومطلع معنا من كل حتة حتى من تحت سريعة جدا في التجزير وممتازة وكبرت معايا خالص ما شاء الله في غضون الشهر اللي فات فهذا نظم التكاثر يعني ما محبزش البزرة احبز ان احنا على طول منها لانها سريعة وسهلة وبنحطها في مكان ضل واي طربة رملة او اي شيء في كيس بلاستيك مثلا هتلاقوها اسبوع 10 طيام على طول التجزير بيطلع في ميزة رهيبة في النبتة هادا جماعة ان الوردة اللي حضراتكم شايفينها بتطول جدا يعني ممكن الوردة تقعد بالشهور وتكبر وتطول ساعات يعني شايفين هادا كان اساسه من وين تطول تطول ساعات الوردة هادا لما بتكبر النبتة هي بتطولش عن متر متر ونص النبتة عموما لكن ممكن وردتها هدي اقدم واحدة فيهم وكل اللي حضراتكم شايفين هم طلعوا اليومين اللي فاتوا تمام وهدي هتطلع واللي بعدها التانية ففيها ميزة ان الوردة بتاعتها الزهرة بتطول خالص ممكن تطول معانا كده واكتر وبتطول على الشجرة ما بتجعش فاحنا اللي عايز ازهار شكله حلو وبتطول على النبتة يختار السالفيا والنوع هادا رائع على فكرة هي من عائلة القصعين يعني في النهاية من عائلة المرمية او المرمرية فسهلة العناية جدا بتحتاج مكان يكون رطب ومظلل شوية يعني ان ازا رحها في مكان بتوصل الشمس الصبحية يمكن ساعة وبعد العصاري بيبقى الاضاءة قوية جدا يعني طول اليوم في اضاءة بس الشمس قليلة جدا فنحطها في مكان مضلل ودايما التربة نخليها راطبة نسجيها على طول باستمرار يا اما المكان يكون ضل يتخلى للشمس شمس مباشرة فلاش هتحرجها او شايفين هادي كانت في شمس بزيادة مخضرة فاتح عن الاخضر الغامج اللي حضرتكوا شايفينه هادي عشان هي محضوطة في مكان صح يبقى التربة زي ما قلنا اي نوع تربة وتجود في الرمال خفيفة سهلة التصريف لو في اصص الموعد الزراعة اتكلمنا عنه طريقة التكاثر الاهتمام بيها والرعاية والمكان اللي نحط فيها وطول السنة يعني حتى لو عايزين نزرحها او جايبينها من ماشتل نختار اي وقت غير ديسمبر يناير عشان هي ما بتحبش الجو الساجع او البارد موطنها الاصل جاب المنسى جماعة المكسيك غبات المكسيك امريكا اللاتينية وتحديدا المكسيك في غبات معينة اللي هي ضليلة جدا فهي عشان كده بتحب ضل مع ترطيب هتبقى كبيرة وشايفين لو رجعتوا لفيديو الخبيزة هتلاقوها يعني كانت صغيرة جدا وماشاء الله قدوني الشهر اللي فات زي ما حضرتكو شايفين انا اسف طبعا يا جماعة يعني الازهار واليومين هدول كمية الحاجات واني لسا مسمد القاضية بالنسبة للتسميد يا جماعة كبريت جدا لسبوعين اللي فاتوا عشان حطيت في التربة طين ادي قطع طين رميتها وبقيت اسكي عليها طين ابيض من تاع الوادي عنا في سيناء وحطيت مخلفات لكل الاحواض شوية كنت حطيت طفل من القهوة لسبريسو وبعدين حطيت قطع الطين واسمدة مخلفات طيور حتى لو تلاحظوا فيه ريش اهو وسجيت هادي تاني سجية تاخدها بعد التسميد وماشاء الله رعرعوا بطريقة رهيبة حتى هذا كنت بحط في القصص فهذا برضو بالنسبة للتسميد يا رب نكون استفدنا معلومة اليوم انصحكم بيها جماعة والله نبتة رائعة جدا وعلى فكرة عشان محدش يسأل في منها نوع محظور عالميا اللي هو سالفيا مش عارف ديفيرونيوم او حاجة شبيهة بكده ووردتها زرجة هادي طبعا بتدخل في تصنيف المخدر او حاجات وحشة جدا زي المرجوانة والقنب والحاجات هادي شبيهة بيهم فهادي ممنوعة ومش هتلقوها في المشاتل الا طبعا لو كان حد بيقتنيها ومحدش عارف شيء عشان تبقوا عارفين محدش يسألني يقول لي هادي جماعة المخدر او كده لا هادي ديسبلينس سالفيا ديسبلينس اشهر نوع وهو اللي هتلقوه في كل حتة لان الباقي محظور فهذا ما فيهوش اي مشاكل وغير ضار ونافع وشكله رائع وما فيهوش اي مشاكل نتمنى رب الفيديو كنا الاعجاب واستفدنا معلومة مع بعض اسف على الاطالة نتمنى دعموا الاشتراك وسعبنا جودكم معنا في القناة جماعة الخير رمضان كريم على الكل واحلى مساء عليكم اخوكم عامي حجاب كان معاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة